عشر ذي الحجة هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر وينبغي للطلاب العلم أن يبث الوعي بين الناس في فرائل هذه الأيام العشر لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم وأكدوا أيامها في الصيام يوم عرفة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سُئل عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وستغلوها